المؤتمر الصحفي المفترض عقده بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذا الموضوع. عندما يضم إليه في الستوديو زميل الصحفي عصام عكرماوي. أهلا بك عصام. ماذا في هذا المؤتمر الصحفي الذي ينوي الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إيهود أولمرت عقده في مجلس الآن؟ اليوم ظهرت إشارات على أن أولمرت ربما لن يمضي قدما في هذا المؤتمر الصحفي المشترك مع عباس. لكن سيكون هناك لقاء بين الرجلين. لكن المؤتمر الصحفي ليس أكيدا في هذه اللحظة. كان هناك طلب من داني دانون سفير إسرائيلي في الممتحدة من أولمرت أن لا يقدم على هذه الخطوة. وهناك ضغوط يتعرض لها أولمرت كي يتراجع عن قراره هذا. من الواضح أن أولمرت لا يتمتع بمركز رسمي في إسرائيل. هو رئيس وزراء سابق. لكنه ليس في الحكومة ولا يوجد له أي صفة رسمية في الوقت الحاضر. لكن بخصوص المؤتمر الصحفي كان هناك إعلان منذ أيام بأنه سيكون هناك مؤتمر صحفي. وبعدين تم نسيا هذا الموضوع. يبدو بأنه تخذ القرار أن يكون اليوم في مجلس الأمن. ننتظر فيما إذا كان سيحصل أم لا. صحيح إيهود أولمرت لا يحمل أي صفة رسمية ولا أي منصب سياسي. لكن ألا يؤثر في الرأي العام الإسرائيلي ووقوفه إلى جانب الرئيس الفلسطيني. ودعمه لرأي الرئيس الفلسطيني فيما يخص خطة السلام المقترحة. يتعرض أولمرت لحملة من بنيمين نتنياهو. يجب أن نذكر أن أولمرت الدافع الأساسي لأولمرت وراء القرار الذي اتخذ قبل أيام بأن يشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع محمود عباس. هو أنه يريد أن يبقى حاضرا في الصورة. هناك تفاهمات كان أولمرت قد توصل إليها مع عباس عام 2008 حول صيغة حول الحل المستقبلي. لكن هذه التفاهمات ظلت شفاهية. لم تدون ولم تنفذ. كانت تفاهم وقتها أنه بعد الانتخابات الإسرائيلية سيتم العودة إليها. لكن أولمرت استقال بسبب الفضائح التي كانت تلاحقه. وبعد ذلك تخلى أو طرد من زعامة حزب كديمة وذهب إلى السجن وانتهى الموضوع. لكن لا زال يشعر بأنه رجل دولة وأنه حاول أن يقدم شيئا لعملية السلام. لكن ناتنياهو حالة دون ذلك. إذن هناك نوع من رد الأتبار لنفسه بالنسبة لأولمرت. وكيف يتابع الداخل الإسرائيلي هذا القرار من إيهود أولمرت؟ كما قلنا داني دانون، سفير إسرائيل في العم المتحدة. قال في رسالة. لكن بالنسبة للداخل الإسرائيلي. قال في رسالة وجهها إلى أولمرت لا تدع نفسك أن تستغل من قبل عباس الذي يحرض ضد إسرائيل. بالنسبة للإسرائيليين أولمرت كما قلنا لا يحتل منصبا رسميا. هم يعتقدون أن ناتنياهو هو رئيس الوزراء. وبالفعل هو رئيس الوزراء وهو الشخص المهم. بالنسبة للإسرائيليين عامة هناك انقسام في الموقف الإسرائيلي حول خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن. لكن مسألة ذهاب عباس إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن كانت معدة مسبقا. قبل الكشف عن صفقة القرن بالنسبة للصحافة الإسرائيلية والإسرائيليين يقولون أن عباس يحرض ضد إسرائيل ولا يترك أي مناسبة دون التعرض لها والتحريض عليها. شكرا جزيلا زميلي عصام عكرماوي كنت معنا في الستوديو. شكرا جزيلا لكم مشادة حول